لا هي متناولة أكتر من حاجة واضح أن الموضوع واخد أبعاد مختلفة وفي عمق بس عايزة أعرف طريقة السرد هل هي طريقة درامية فيها سياق درامي ولا هي مجرد معلومات مناقبة بشكل هي واخد إطار الدرامي بالإضافة أن هي بتسرد معلومات في هذا الإطار وبتسرد أحداث حصلت موثقة داخل مصر أو داخل هذه الميليشيات أو الجماعات هل الرواية بتحمل وجهة نظر معينة ولا هي بتسرد الأحداث كما وقعت نحن دايما بنقول أي موضوع بيكون فيه أكتر من وجهة نظر هل حضرتك بتكلم عن وجهة نظر معينة ولا أنت بدأت تكون مجرد وبتقدم بس واقع بدون إبداء رأيه لا لا الرواية طبعا بتقدم الواقع اللي حصل بالأحداث اللي حصلت وبنشوف يعني ردود أفعال الناس يعني مثلا في مثلا حاصل اعتسام ربع العدوية بنقول بنشوف في إطار الدرامي ده إيه رأي الإخوان المسلمين إيه رأي الشرطة المصرية أو الجهاز الأمني في الموضوع إيه رأي دعم الدول من الناحية دي ومن الناحية دي ومن الناحية التركية إزاي هما يعني دي كلها أراء مختلفة بتتناول الموضوع وفي الآخر لا صحيح إلا الصحيح إزاي الرواية دي كان لها مردود في معرض الكتاب هكبرتلي إن هي كانت مشاركة في الدورة الأخيرة آه كانت مشاركة في مؤسسة روزال يوسف ومؤسسة الأخبار آه الحمد لله يعني اللقت نجاح والناس كانت متعطشة يعني تشوف الأحداث آه اللي حصلت وهو فعلا كنت أنا بتم بنشرها في روزال يوسف فالناس كانت بيشدها العنوين الحمد لله لحد ما يعني يعني هي الرواية بدأت بسلسلة من المقالات أو الكتابات لا 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 ده هو أنا سردتها في جورنال روزال يوسف آه آه فيما بعد فيما بعد كانت إيه الحكمة من فكرة السرد بعد الكتاب أنا ما كانش هدفي في الأول ما كانش هدفي يعني أنه يحصل مبيعات للكتاب على قد ما هي الناس تبقى عندها وعي وتشوف بعنوين يعني فريق العمل في روزال يوسف صراحة أبدع في شد القارئ في العنوين طبعا يظهر من هكذا إزاي بدأ يكون الشباب بيطعطى مع قضايا الفكر والإرهاب في 2020 ولو رجعنا بالزمن مثلا ل2013 أو 2011 وقت الافتورتين إزاي الفكر تغير وتبدل وإزاي الألة الإعلامية بدأت تكون مؤثرة أو غير مؤثرة فأقولي الشباب فأفندم هو اختلف الشباب من 2011 أو 2013 إلى 2020 2011 أو 2013 كنا إحنا بيتم اجتداب الشباب عن طريق الزعم اللي بيقوله لهم بالإضافة أن استغلال مشكلة عنده أو استغلال مشكلة ما مادية اجتماعية أو سياسية فال2020 دلوقتي بقى الحرب الحروب اللي بيتمموها عن طريق المعلومات والفوضى تمام؟ والكذب والبهتان على كمعلومات فيتم اجتداب الشاب عن طريق خبر ما يتم تدوله وعن طريق اللي جانب الإلكترانية اللي بيقوم بفعلها الإخوان المسلمين يعني بخلال خبراتك الأمنية هل طرق تجنيد الشباب أخدت منحة مختلفة ولا ما زالت هي بنفس السيناريو؟ لا هم عندهم من نفس السيناريو ممكن الطريقة تبقى مختلفة بس هو الهدف واحد والطريقة برضو ما تيجي يعني الإنسان يتوغل أو الشاب يتوغل داخلهم هي الطريقة يعني يمكن هي المرحلة الأولانية بس اللي ممكن تكون اختلفت إنما هو ما بيتم اجتدابه ودخوله داخل الجماعة هو مراحل التجنيد هي هي هل هؤلاء ممكن يعودوا مرة تانية؟ خاصة أن أنا كان عندي في وقت سابق فكرة المراجعات لم يثمر عن شيء يذكر فهل فكرة أن أنا برجع الشاب ده مرة تانية؟ هل دي من السهولة أن أنا أعملها ولا أمور بيكون معقدة؟ يرجع الشاب عنه آه يرجع من الطيار اللي هو ماشي فيه آه ومش سهل قوي بس هو الشاب ما بيكتشف أنه كان في نصب خلينا أسميها كده كان في نصب فكري أنه ما دحكوا عليه بيحاول يرجع عقله وطبعا التوعية اللي بتحصل التوعية عن طريق الأسرة وتوعية الإعلام وتوعية تجديد الخطاب الديني وما إلى ذلك دي التوعية دي بتساعد طبعا عن أن الشاب بيحكم عقله مرة أخرى توفي ذلك تابعه تانية